طلبات الصف الأول الفندوقي في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفندوقي النهاردة هنتكلم عن الترمي الثاني عن بعض الأناوين الهمة أولها المطاعم التجارية التجارية اللي هي الرابحة المحاكرة للأرباح المطاعم الغير محاكرة للأرباح أو الغير تجارية وعندنا أنواع قوائم الطعام زي ما درسناها في الترمي الأولاني في مينيو اسمه سيت مينيو في قائمة الطعام اسمها سيت مينيو اللي هي القائمة المحددة وفي الألكارت الألكارت بتبقى بعض المطاعم الخمس نجوم أو المطاعم الفايف ستارز اللي بيتم تقديم فيها الأغذية والمشروبات بشكل عام لكن الألكارت بتبقى محددة على المستشفيات أو المدارس أو جامعات الخاصة بالإضافة إلى بعض الأشياء في الصحة الغذائية ده الدرس الثالث بقى هيبقى نتكلم عن الصحة الغذائية وفوائدها وأضرارها على الصحة العامة نجي بعض نستعرض مع بعض بعض العنوين كده وهنتكلم أول حاجة عن تعريف المطاعم التجارية تعريف المطاعم التجارية هي مطاعم هادفة للربح تقدم خدمات الأغذية والمشروبات وهي تمثل 88 من المبيعات في العالم و72% من مشتريات العالم وتتأثر بعوامل الطلب طيب نتكلم أول حاجة عن الربح اللي هو 88% ده بيتمثل في إيه؟ أول حاجة في المطاعم الفاست فود اللي هي بتقدم آآ أو الكريسبي اللي احنا متعودين نجيبها من المطاعم اللي هي في الميادين العامة أو المطاعم الخمس نجوم آآ ودي بقى فيها ساعات ملها ليلي بتقدم أغذية ومشروبات يعني أغذية ومشروبات الأغذية المأكلات اللي احنا عارفينها المطاعم بتاعنا بقى خمس نجوم في القائمة غير محددة بتبقى فيها آآ أسماك لحوم آآ بحريات شرب آآ آآ باطايزر فاطح شهية نفس النظام المشروبات عندنا بتبقى ليها كتير جدا أو أنواع كتيرة جدا منها مسلا السوفت درينك اللي هو والكولا والبروتوان العصير بتاعتنا اللي احنا عارفينها بلاس أو زائد المشروبات اللي هي الألكوحوليك بتبتدي أولها من اللي هي الروحانيات والأبريتيف اللي هو فاتح الشهية بعد كهة ديجيستيف واللكير أنواع الخمور اللي هي متفوتة ودي لها آآ قيس آآ أو قيس تاني هنهضو في ايه في سنة تانية ان شاء الله لكن احنا ما علينا الوقت ان احنا بندرس الفترة اللي هي بتاعت آآ ازاي المطاعم بتحقق الأرباح دي طبعا آآ العميل الاول بيخش آآ سينجل او آآ او دبل او معه مسلا افراد عائلته كلها آآ بيطلب الأوردر بتاعه بيتم بعد كده آآ تنزيل الحساب هو بيحسب على الفاتورة بتاعته فدي بالنسبة لنا مطاعم ايه تجارية آآ هدفة للربح مطاعم تجارية هدفة للربح لان العميل هنا بايه بيحطوا لي في آآ شيك او بيحسب على الشيك بتاعه فلوس تمام فدي بتحقق جزء من ايه من الارباح طب ازاي المطاعم دي بتحقق جزء كبير من المشتروات مش هي بتبيع بس لا هي بتشتري كمان بتشتري ايه بتشتري عدة زي الجلسس او الكوبيات بتشتري آآ زي المعالي او الشوك السكاكين بتشتري تباق سبعتاشر وتباق طمانتاشر وتباق رستو واندرلاين كل انواع العدة دي طبعا بالنسبة لعدد والالات اللي هي بتستخدمها في المطبخ والالات اللي تستخدمها في المطعم سواء تربازات او انواع اساس او 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 طبعا كل حاجات تعتبر من اساس المطاعم بالاضافة الى الموردين اللي احنا بشتغل معهم في موردين خضار وفي موردين لحوم وفي موردين كل يوم للفاكهة عندي وفي موردين العصائر وفي حاجات البوقليات طبعا الحاجات اللي هي العطارة او العلافة كل الكلام ده اسمه مشتريات على مستوى العالم المطاعم والفنادق والمطابخ لك انت ده خيل كم المشترات اللي هي بتشريها بكام باتنين وسبعين في المية من مشترات العالم طيب ننتقل بعد كده على العنوان اللي بعديه هيبقى المطاعم التجارية دي ده شكل للمطاعم التجارية اللي هي الفاست فود لو نلاحز هنا ان الكفر اه مع لهوش شوكة وسكينة ومع لقة شربة واندرلاين هنا المطعم بقى ايه خاص بالواجبات السريعة فبيقدم هنا كفر ملفوف شوكة وسكينة ملفوفة منديل او او كلينيكس تمام بيحطهم على الترابيزة وبيتم خدمة العميل بنفسه بياخد الوردر من على الكاونتر قدام الويتر زي ما احنا شايفين وبياخد الوردر بتاعه بيقعد بيه على الترابيزة وبيبتدي ايه ياكل اكل بتاعه وهو قاعد بعد كده الويتر ما علي انه هو بيشيل الراك اللي عليه الاكل والكفر ممكن لو هو بلاستيك بيرميه في زبالة او لو هو الرابش او لو هو سيلفر بيلمه في العدة وبحاجة سهلة لكن نتكلم نتفرج بعد كده على المطاعم الخمس نجوم لو نلاحظ هنا ان المطعم فايف ستارز فارش الكفر بتاعه كامل شوكة وسكينة وطبق سبعتاشر طبق طبق اتنين وعشرين طبق غرف في معلقة شربة في معلقة حلو في شوكة سمك في معلقة حلو كل الكلام ده وفي عندنا باخر الصورة لو نلاحظ في بار حوالي اتناشر متر البار الاتناشر متر ده اللي هنلاحظ انه هو بيقدم جميع المشروبات انه الالكوحوليك يعني الغير كوحولية والالكوحوليك اللي هي فيها زي ما احنا قلنا الابريتيف فواتح الشهية والديجيستيف اللي هو المهضم واللكير والكونياك والشامبين وفي اعلى البار لو هنلاحظ ان فيه كم كاسات متعلق اللي هو الجلاسس بجميع انواعه طبعا البار ده بيبقى ليه مغزن خاص بيه جراس والمطعم ليه مغزن خاص بالعدة اللي هي اللباء بتاعته والمطبخ ليه مغزن برضو خاص باللحوم والخضروات والمجمدات والتبريد زي ما احنا قلنا في الايه الترمي الاولين يبقى ده شكل المطعم الخمس نجوم بتاعنا تمام تفرج عليه كده بنفس الشكل والجمال اللي احنا شايفينه ده طيب ننتقل بعد كلم عنوان بعديه المطاعم الغير تجارية طيب نبتدي نتكلم مع بعض وهي مطاعم هدفها الرئيسي الخدمة دون هدف الربح يعني ما بتهدفش اللي هي ايه تكسب فلوس او تحقق ارباح وتتأثر بعوامل الطلب المستقر ومن امثالها امثالتها المدارس والمستشفيات طيب لما نيجي نحط سؤال للعنوان ده نحط سؤال عامل ازاي عشان برضو لما تيجي في الامتحان تبقى انت عارف بتتسئل ازاي هيقول لك اذكر المطاعم الغير تجارية او عرف المطاعم الغير تجارية تمام تقول له وهي مطاعم هدفها الرئيسي الخدمة دون هدف الربح وتتأثر بعوامل الطلب المستقر ومن امثالتها المدارس والمستشفيات يعني ايه الكلام ده يعني نشوف كده الصورة اللي بعديها هي هنا بتخدم الناس اللي في المستشفى بس او المرضى اللي في المستشفى بس لكن ما بتخدمش الناس من خارج المستشفى بالتالي هو الوردر بتاعهم مدفوع عشان داخل فاتورة العلاج فبيفيش حساب ايه او ارباح طلعة للمطاعم حتى نلاحظ هنا ان الويترز او الناس اللي واقفة نفسها بتبقى من المستشفى حتى قسم التغذية اللي بيشرف عليه بيبقى راجل هوتل مين او فندقي بس ما بيظهرش في الصورة تمام ودي صورة ايه بعض المستشفيات بيتم فيها الخدمة عندنا نجي بعد كده لطرق التقديم الوجبات في المستشفى بيبقى بالشكل بتاعنا ده بيبقى السرفيز فيه اتنين توست مسلا وفي بعض الاكل اللي احنا شايفينه محطوط بطريقة منظمة وشيك وبقى انازل معها ايه شوكة ومعلقة وسكينة تمام بعد كده ده الشكل بتاعنا في المدارس طرق تقديم الوجبات في المدارس او في المطاعم الغير هادفة للربح بيبقى بنفس الشكل كده واجبة خفيفة تمام بيبقى عبارة عن قمليت كايزر سلطة تمام ومعا ايه زبدة او مربة زي ما احنا شايفين في الشكل على اليمين طيب نجي اعمل مقارنة كده مقارنة بين المطاعم التجارية والمطاعم الغير تجارية عشان ممكن في اللي احنا اقول لك ايه قارن بين المطاعم التجارية والمطاعم الغير تجارية اول حاجة واحد العوام المتجارية المطاعم التجارية تتأثر بعوامل الطلب الغير مستقر تتأثر بعوامل للطلب غير مستقرة. يعني ايه? يعني ممكن ييجي خمس افراد في الغداء. وممكن ييجي فردين بس. وممكن يجي جروب سياحي. ممكن ما يجيش جروب سياحي. ممكن يجي فردين او تلاتة او عشرين فرد في المطعم. المطعم كبست بتاعه او المقاعب بتاعته او خمسين فرد. يجي منه مسلا خمسين في المية. يجي ستين في المية. لكن غير مستقرة. طيب. نبص بقى المطاعم غير تجارية. رقم واحد تتأثر بعوامل الطلب المستقرة. يعني دايما عارفين ان احنا نزل لنا عشرين نزيل من المستشفى او عندنا خمسمائة طالب هينزلوا ويفطروا في الجامعة في الكافتيريا بتاعت الجامعة الصبحة. فاحنا عارفين الاعداد بتاعتنا ايه? اللي جاية. تمام? رقم اتنين في المطعم تجارية بقول لك هدفها زيادة الارباح. يعني ايه زيادة الارباح? يعني بت ايه? حط لهم تارجيت او اه زي بونس لازمة يشتغلوا عليها عشان يحققوها. تمام? ويكسبوا منها. طيب اتنين في المطاعم الغير تجارية. ربح محدود لان هدفها تقديم الخدمة. طبعا هنا احنا ما نقدمش الخدمة مقاول فلوس. لكن بيبقى فيه ربح محدود جدا داخل الاشطاف اللي شغال جوه ومدرين بتاعة اللي قايمين على ايه? المبدأ ده. تلاتة. في المطاعم التجارية مثل المطاعم التجارية. زي ما احنا تبقى في الميادين والشوارع العامة. تمام? او الخمس نجوم. او المطاعم اللي رئيسية في الفنادق. اللي هي برضو بتستخدم الشيك او الكريدت كارد او اي اه حاجة احنا بنحاسب بيها ماليا. طيب تلاتة في المطاعم الغير تجارية مثل المدارس والمستشفيات. مثل ايه? المدارس والمستشفيات. لما اجا اقول لك اعمل لي اه مقارنة بين المطاعم التجارية والغير تجارية. لازم ان تذكر بعض النقاط دي. ويا ريت نسجلها مع بعض. عشان اه تبقى موجودة عندنا في السورس. طيب نجي بعد اكي نخش على المحددات التي تحكم تصميم قائمة الطعام. يعني ايه تصميم قائمة الطعام? اللي هو المينيو. او ما بتوعز في اي مطعم بينزل لك مينيو. ده اسمه قائمة الطعام. واحد عدم تكرار الالوان. يعني ما نفعش احط طبق بلون. وطبق بنفس طبق تاني بنفس المينيو بنفس اللون. لازم نكون مغير ايه شكل الطبق ده عن شكل الطبق ده. مسلا ده سوس بربيكيو لون ومسلا بني غمق شوية. مسلا ده سمك سوس الاناس. لازم نيبقى بسوس ايه البرتقام. معملوش مسلا بربيكيو تاني. تمام? اتنين عدم تكرار طريقة الطهي. انا عامل حاجة مسلا سوتية. ما ينفعش خلي اللباء كلها سوتية. لا بخلي حاجة مسلا جريل. وخلي حاجة سوتية عشان تشد العميل في ايه? في المينيو نفسه او قائمة طعام اللي هو بتفرج عليها. تلاتة عدم تكرار الاصناف. ما ينفعش اخلي كل الاصناف مسلا بسوس البربيكيو او بطريقة طهي. لازم انا اغير في ايه? في طرق الايه? التصنيع نفسها بتاعت المادة بتاعتي. رابعا المحافظة على محتوى الغذائي. يعني ايه المحتوى الغذائي? يعني عندي الطبق ده ليه سعرات حرارية مسلا حوالي مية وتلاتين سعر حراري. لازم احافظ على نفس المستوى السعر الحراري بتاعه ما ينفعش انزله باقل قيمة غذائية من ما ايه هو عليه. خامسا المحافظة على التكلفة. لازم يكون عندي اه معرفة بالكست بتاع اللباء او ان انا اصنع اطباء ما يكونش ايه? احط الاستيك او حيطة اللحمة بتاعتي تمانين جرام. ما ينفعش احطها سعين مية وعشرين جرام. كده هتخضر معي او تعجز معي في بقية اللحوم وتخلينا اخرج عن التكلفة بتاعتي ان انا ايه متفق عليها. من المطاعم او من الشيف العموم. طيب هنتكلم بعد كده عن اواع قوائم الطعام او انواع القوائم. اول حاجة زي ما احنا قلنا فيه حاجة اسمها سيت مينيو. اسمها ايه? سيت مينيو. هي قائمة مكونة من مجموعة من الاصناف مرتبطة ببعضها. يعني ايه? ده انا عندي فطار او غدا او عشا بيبقى لي صنف او صنفين هو اللي بيختار منهم بس. لكن ما فيش كتير يقدر يختار منه. لان قائمة هنا ايه? محددة زي ما احنا قلنا في التلم اولاني في قائمة محددة وشبه محددة وغير محددة. دي بتبقى ايه? سيت مينيو دي محددة. وغلابها ما تستخدم في المطاعم اللي هي بيتم فيها خدمة البوفي او بتعمل فيها حفلات او ساية كاترينج لاني بيتم فيها خدمة صنف او صنفين بس. مش هيطلعوا بره مسلا يعملوا حفلة في فيلا تمام ويكونوا اخدين حوالي عشرين ايتم معهم او عشرين صنف معهم عشان يقدمون. لا هم بمحددين مع العميل او صاحب الحفلة ايتم او ايتمين او تلاتة بيشتغلوا عليهم من هناك او في المكان نفسه داخل البندق في الاوب من بوفي او في الحفلات مسلا زي السفافه وخلافه. بعد كان نتكلم على الالا كارت الالا كارت وهي مجموعة مكونة من الاصناف يختار النزيل ما يريد منها. حسب رغبته زي المطاعم الخمس نجوم كده. احنا بنخش بنلاقي عندنا شرب. انواع الشرب كلها كاملة. انواع البسطة كلها كاملة. انواع اللحوم كلها كاملة. انواع المشويات كاملة. سواء لحوم او فراخ او بحريات. تمام? فدي اسمها ايه? الا كارت. وهنتفرج كده على صورة منها. على اشكالها دي ده شكل بتاعنا. هنلاحز هنا ان احنا في ايه? والمينز والديزيرت. هتطلق تلات واجبات تختار منهم بس. لكن مش هتطلق ايه المينيو كله كامل تقدر تختار منه. لا هنا محدد لك صنف اتنين تلاتة. تقدر تختار منهم من كل ايه? سطر من تلات اصناف دول صنف واحد بس. تمام? لكن بعد كده الستيت مينيو برضو ده شكل تاني الستيت مينيو بتاعنا ده الفطار. هو عامل هنا ايه? بيض امليته هو. وحاطت في الغداء شيكين. وحاطت في العشاء فكهة. تمام? وصلت ايه? فواكه. نيجي بعد كده نتكلم بقى على الالكارت. احنا قلنا الالكارت ده ايه? او مفتوح. او المينيو بتاعنا قدامنا زي ما احنا ايه? عايزين نختار منه. في اول حاجة الابتايزر اللي هي فواتح الشهية. ممكن يختار سبرين جلولز. ممكن يخش على النقطة اللي بعدها لو هنلاحظ مكتوب عليها سوب الشرب. ممكن يخش على اللحوم يختار لو هو عايزه. عايزه. التشيكين. البحريات المشويات. كل حاجة في الالكارت هتلاقيها غير محددة. العملي ينفع يختار طريقة الطاهي اللي هو عايزها. ينفع يختار الايتم اللي هو عايزه ياكله. تمام? بنفسه. مفيش اي مشكلة خالص. هنخش بعد كده على العنوان اللي بعديه. قائمة الطعام تتأثر تأثير مباشر بعدة عوامل. ايه هي? المينيو بتاعنا بتأثر بعدة عوامل. اول حاجة موقع المطعم. لو الموقع المطعم زي اهمية في مدان عام او مدان عليه الطلب او اقبال جامد. لازم ان يكون المينيو بتاعه والمطعم بتاعه يكون او يقدر يغطي نوعية الناس المختلفة اللي موجودة في الميدان. طيب. نين? نوعية الديكور والاساس. لازم ان يكون برضو الاساس والديكور يرمز للشركة نفسها اللي هي صاحبة الاسم في المينيو عشان يقدر يجذب العميل. تلاتة تجهيز المطاعم. المطعم والمبخ تجهيز كامل. يعني لازم ان احنا نفتح في مكان زي اللي احنا قلنا عليه. لازم ان نعمل تكلفة ودراسة جدوى للمطعم المبخة يحتاج ايه كل الاجهزة عشان ما نقفش في التشغيل ايه داخليا. ونعمل حسابنا في التأسيس البنائي والتأسيس الهندسي داخل المبخ عشان نحب دنا نزود قسم زي ما احنا قلنا في الترميل الاولاني او نزود مجموعة من العادد لازم ان يكون عندنا مساح. او الشفاية تكون شغالة بحرية تمة ما يكونش في ايه تكدس وهما شغالين. بعد كده تلاتة حدود التكلفة. لازم نحسب رسبي او التكلفة بتاعتي لكل طبق او لكل ايتم هتلعو حتى الخدمة كمان. الخدمة كمان ليها تكلفة ولها كست. المناديل السلفر التلميع العدة كل الكلام ده عندي لي ايه كست او تكلفة لازم نحسبها. طيب مكونات الغزاء لازم نكون عندي الشيف العمومي عامل لستة بالطلبيات بتاعته الغزائية او الموردين بتاعته كاملة يوميا عشان مفيش حاجة تقع مننا واحنا ايه اسناء التشغيل. مستويات الجودة لازم نكون في الشيف العمومي واقف على جميع انواع لباء وهي خارجة عشان يضمن جودة لباء وتطلع بمستوى ايه كويس. مستويات العمالة. وده بيتم من خلال ايه الشيف العمومي برضو زي ما قلنا في التلمي الاولاني بيتم تدريب الاستف اللي هو اه عنده خلل او حابب ان هو يتقوى او يطلع عن منصبه يترقى تمام لازم نكون فيه خطة تدريبية من الشيف العمومي ايه بيتم وضعها من خلاله طيب بعد كده اخر حاجة مساحة المطعم ودي بتلعب دور مهم جدا لو المطعم كبير يقدر استوعب كم كبير من العملة او من الجست ده بيحقق لي هامش ربح عالي جدا وبيخليني انجح في ايه في المشروع بتاعي نخشي بعد كده على قائمة الطعام المكتوبة انا ما يجي يقول لك اذكر قائمة الطعام المكتوبة او تكلم عن قائمة الطعام المكتوبة هنقول له ايه المحافظة ويقصد بها الحافظة الحافظة يعني الفولدر اللي احنا بنحطه تمام قدام العميل التي تقدم للعملاء في المطعم وده احتوي على كافة الاغذية والمشروبات الخاصة بالمطعم ويجب ان يراعى فيها الاتي الاول نتكلم عن قائمة الطعام المكتوبة يعني ايه الحافظة يعني او ما بننزل اي مطعم يا جماعة لازما بينزل لنا حاجة اه اسمها حافظة او فولدر بنفتحه بيشوف في الايه المينيو بتاعنا تمام ونقدر في المينيوهات المينيو بتاعنا سواء درينك او اغذية طيب ايه الحاجات اللي رعى فيها المينيو بتاعنا تحتوي على الاغذية والمشروبات الذي يقدمها ايه المطعم لازم ان تكون شاملة في الاكل والشرب بتاعنا اللي هو ايه من المطعم بتاعنا او المبخ ترتب الاطباق بشكل يجذب الاهتمام النزلاء يعني لازم ان نحط المينيو بتاعنا بطريقة شيك بحيث ان هو هيجذب العميل بتاعنا تكتب كوائم الطعام بحروف ملونة على ارضية فاتحة طب ليه عشان تباني العميل ويقدر يقراها وتكون واضحة اربعة يفضل كتابة طريقة عمل الوجبات في القائمة يعني لما سنقول او 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 لازم اناقول بتتهي ازاي الطريقة بتاعته ممكن اذكر كمان جزء من المكونات بتاعته هي ايه عشان العميل يكون متطمن للحاجة اللي نزلاله معمولة ازاي سواء سوتي او جريل او شو طيب ده شكل القائمة المشروبات بتاعتنا لو نراحز هنا ان كاتب لك ايه الكوفي درينك والايه والهوت شوكليت والجوس العصير تمام لو دي القائمة بتاعت المشروبات في بعض المطاعم اللي هي فاست فود لكن المطاعم الخمس نجون بيبقى كاتب اه السوفت درينك اللي هي الحاجات بتاعتنا دي كلها الكولة والضايت والسودة والتونك والكلام ده كله وكاتب بعديها الجوس العصير بعد كده كاتب الاسباريس او الالكوحوليك الموجود وكوكتلاب بتاعته ده شكل قائمة الماكولات بتاعتنا لو احنا بنتكلم على مطعم فاست فود برضو بيبقى دي قائمة الماكولات بتاعتنا بتبقى شكلها لذيذ بالشكل ده كده واضحة لاي حد من العملة ان هو يقراها لكن مطاعم الخمس نجوم بيحط المينيو بتاعه او طبق اه شكل الطبق او اسم الطبق بتاعه على المينيو وبيحط بتحتيه الايه الطريقة التجهيز بتاعته الخاصة بيه طيب بعدك هان خش على التغذية السليمة والشروط الصحية التغذية ايه السليمة والشروط الصحية طبعا احنا قلنا هندرس جزء من الصحة في سنة اولى عشاننا نبقى عارفين العادات الغذائية الصحية ايه والعداد الغذائية السيئة ايه طيب قالك التغذية السليمة والشروط الصحية هناك علاقة كبيرة بين العادات الغذائية الخاطئة والاصابة بالامراض وممارسة الرياضة يعني احنا عندنا هنا الغذاء لو انا باكل لحوم كتير او الدهون كتير بتسبب لي حاجة اسمها كلسترول وكلسترول ده ايه بيعمل تصلب في الشرايين تمام لكن لو انا بلعب رياضة وباكل جزء كبير من الفكهة بتاعتي او الخضار جنب الاكلات بتاعتي بتحاول هي تهديلي جزء من المعدة وكون رياضي فايه بحافز اول بول على وزني والطريقة اللي انا شغال بيها تمام وبفضل الاحز لو في عيب او في مشكلة ظهرت عندي صحية بقدر اتوجه دايما ايه للطبيب او الكوتش بتاعي او المدرب بتاعي بحيس ان هو هيلاحز الحاجة دي اول بول ويقول لنصايح ايه طيب العادات الغذائية السيئة لو نلاحز هنا ان صاحبنا ده حاطت بسطة تطاير كتير وحاطت بيزا وحاطت جزء من اللحوم وحاطت لبن وحاطت طمر وحاطت شربة عتس وحاطت سكريات وزبدة وبعض طبق الفكهة طبعا عشان نكمل بالغذاء طبعا الوجبة داسمة جدا وعالية جدا وممكن تتعب اي حد يكلها لكن الغذائية العادات الغذائية صحية لو احنا هنكمل غذائنا او نبدأ غذائنا بفواكه ده بيهدي ايه جدار المعدة وميخلناش عندنا ايه تصالف شريين او حاجة طيب الفوائد التي تعود على الشخص عند ممارسته اي نشاط رياضي والشروط الصحية زي ايه قلة التعرض لامراض القلب والضغط والسكر يبقى اول حاجة عندنا ايه لما اجا اقول لك اذكر الفوائد التي تعود على الشخص عند ممارسته اي شخص رياضي اي نشاط رياضي هتقول لي ايه واحد قلة التعرض لامراض القلب والضغط والسكر اتنين التحكم في الوزن يبقى انا وانا بشغال مع الكدش بتاعي والمدرب بتاعي بلاحظ وزني انه هو بينزل اه يوم عن يوم فانا ايه مفضل متابعه ايه ابضيل على طول ان انا عارف الوزن بتاعي بيزيد او بيخس كل يوم في التدريب بتاعي تلاتة المحافظة على عزوام الجسم طبعا الريدي لما بلعب رياضة بافضل احافظ على ايه بقدر احافظ على الجسم بتاعي والعزوام بتاعته ويقلل الاصابة بالقلق بيبقاش عندي توطر او قلق او حاجة خمسة يساعد على شفاء المصابين بالالتهاب المفاصل يعني كمان بيقوي ايه عزوام المفاصل عندي ولكن يجب على الافراط في ممارسة الرياضة ما ينفعش ان انا اخلي التمرين مسلا يزيد عن ساعتين او تلات ساعات عشان ما تعبش وبالذات في الاول لما يكون حد لسه اول مرة بيكون بيلعب رياضة لازم الاول يبدأ كورس تمرين مع الكوتش او المدرب بتاعه هو بيقول له عليه هتبدأ الاول بنص ساعة او ساعة او هنكمل مع بعض ده شكل الناس اللي بتلعب رياضة معنا نراحز ان كل اعضاء الجسم بتلعب رياضة بتبدل حالتها الطبيعية وبيقدر يتابع وزنه من خلال ايه المقياس اللي موجود طيب الهرم الغذائي بقى المرشدة الذي يدلنا على الكميات الصحية التي يجب تناولها من الغذاء وهي مجموعات غذائية خمس ايه هم الخمس انواع غذائيات تكون او تكون المجموعات الغذائية الخمس من واحد اللحوم والطيور والاسماك والدهون باول حاجة عندنا ايه بالهرم الغذائي نحفز اول الموضوع ده عشان مهم جدا ممكن ييجي في الامتحان واحد اللحوم والطيور والاسماك والدهون اتنين الالبان والزبادي والجبن والجبن تلاتة الخضروات اربعة الفاكهة خمسة الخبز والحبوب هذه المجموعة الخمسة تمثل الهرم الغذائي ونتفرج عليه كده في شكل احنا حطينه تمام هنواحز ان الهرم بتاعنا وفيه شخص طالع على السلم تمام بيمارس الرياضة اول حاجة عندنا على اليمين اللحوم والبقوليات الالياف ومنتجتها الالبان ومنتجتها الفاكهة عندنا الخضار والفاكهة بعد كده الخضروات بعد كده النشويات المركبة لازم ان نكتمل للعنصر الغذائي بتاعنا ده عشان يبقى احنا كده حصلنا على ايه العنصر الغذائي فلما نيجي نتكلم عن السؤال هقولك اذكر الهرم او مواد الهرم الغذائي الخمسة من المجموعات الغذائية الخمسة هتقول لي ايه واحدة اللحوم اتنين الالبان تلاتة الخضروات اربعة الفاكهة خمسة الخبز والحبوب تمام طيب هناك عدة نصائح اذا اتبعها اي شخص يتمتع بصحة جيدة ويقلل من مخاطر التعرض لأي امراض ايه هي واحد اكل الاصناف متنوعة اكل اصناف متنوعة من الاطعمة للحصول على الطاقة والبروتينات والاملاح يبقى اول حاجة ايه بيأكل اطعمة عشان يحصل منها على الطاقة والبروتينات والاملاح بتاعته طيب اتنين الاعتدال في تناول المواد السكرية يعني ما ينفعش ان احنا ناكل الحلويات بصفة كبيرة جدا عشان لها ضرر كبير جدا على جسمنا منها تسوس الاسنان تلاتة الاعتدال في تناول الاملاح لتجنب الاصابة بمرض ضغط الدم المرتفع يبقى هنا عندنا ايه تناول املاح بكمية كبيرة بتجيب لضغط الدم المرتفع تمام اربعة تناول من ستة الى تمن اكواب ماء لتجنب الاصابة بالجفاف والامساك زي ما احنا قلنا اهم حاجة عندي الشخص او الفرد لازم ان يشرب من ستة او تمن اكواب في الماء في من الماء يوميا عشان ما حصلش ايه موضوع اصابة جفاف او امساك عنده طب خمسة عدم تناول الكحوليات بصفة ايه عامة يعني منفعش ان انا افضل اصحى افطر يعني افطر اشرب كحوليات او او اه في العشاء اشرب كحوليات ليه لانها تؤذي الجسم وتسبب الحوادث تؤذي الجسم وتسبب ايه الحوادث طبعا انسان لو بيشرب كحوليات بيبقى خارج عن الوعي فممكن وهو ساي لقدر الله يعمل اي ايه حدثة وبالتالي برضو بتسبب الادمان يعني شرب الكحوليات بصفة مستمرة بسبب ايه الادمان لكن احنا عندنا جزء من الخمور غير ضار زي مثلا الاسبارس اللي هو مهضم للمعدة او الفواتح الشهية دي احنا بنشوخة بس عندي ايه الاكل زي ما احنا قلنا ليها انواع معينة من اللحوم بتتشرب معها زي اللحمة البيضة اللحمة الرزي اللحمة الحمرة كل حاجة بيبقى لها نوع وين بتتشرب معها فالحاجات دي غير ضارة للجسم بس برضو لو تناولناها بصفة عامة بتخلي الانسان ايه يذكر او يحصل له ايه ايه حادث ستة قلة الاطعمة المليئة بالدهون قلة الاطعمة المليئة بالدهون والكولسترول لانها تؤدي الى امراض القلب وزيادة ايه الوزن طب زي ايه زي الشيكن كريسبي او الفراخ اللي حم ناكلها عليها طبقة الجلد بتاعتها وتكون محمرة دي تناولها بحاجة بكمية كبيرة بتجيب لي ايه الكولسترول في القلب اه زي بيبقى بيتعي بالقلب عندي وبعمل تصلب في شرايين طب سبعة ممارست ممارست الرياضة وتوازن الطعام ممارست الرياضة وتوازن الطعام طيب تقسيم الصعارات الحرية عندي بقى انا ممكن اقول لك ايه اذكر تقسيم الصعارات الحرية هتقول لي ان بتقسم من حيث العمر والسن والنوع والوزن يبقى انا عندي هنا اول حاجة ايه العمر ممكن يكون في احد كبير في السن ممكن يكون حد متوسط في سن الاربعين ممكن في شباب ممكن يكون في بنات تمام تاني حاجة السن السن ممكن يلعب من دوره من اول اطفال لغاية سن الكبر بعد كده النوع زكر او انسة بعد كده الوزن عندي برضو بيفرق معي فرق فلازم ان يكون عارف العميل اللي جاية قاعد عندي سواء في جروب هم اه لعيبة كرة قدم او لعيبة حاجة فبيستخدموا او بيكلوا اكل معين لو لناس كبيرة جاية في جروب عندي سياحة لازم ان اعرف وزنهم ايه او النوع بتاعهم ايه او المرحلة العمرية والامة فيها ايه عشان اعرف اتعامل مع الوجبات بتاعتهم طيب نيجي بعد كده نتكلم نقول لك تصنف السعارات الحرية الى ثلاث نسب ودي مهمة جدا ممكن اقول لك اذكر تصنيف السعارات الحرية الى ثلاث نسب وغلابا ما تيجي في الامتحان ممكن اشيل كلمة الف وستمية وكمل سطر بتاعه لو ايه حرارية كبار حراري او حراري كبار السن والمرأة التي تبدل جهد كبير طب يعني ايه الف وسطمية سعر حراري دي كبار السن والمرأة التي تبزل سع جهد كبير. يعني الف وسطمية سعر حراري لكل ايه حد كبير في السن لازم ايه يحصل عليه. فانا ممكن نشيل كلمة الف وستمية واسب لك الكلمة حراري كبار السن والمرأة التي ايه تبزل جهد كبير. بما انت هتحط لي كلمة ايه? الف وستمية. طب نيجي الرقم اتنين. الفين وامتين سعر حراري للاطفال والبنات في سن المراهقة. يعني هو السن من اه اربعتاشر لغاية مسلا عشرين سنة او اتنين وعشرين سنة. لازم ان ايه? ياخدوا اتنين الفين وامتين سعر حراري. طيب رقم تلاتة. الفين وتنمية سعر حراري. المراهق او الرجل النشيط والسيدات التي تمارس نشاط كبير. زي الرياضة او مجهود الشغل. لازم ان الناس تحصل على ايه? كمية غزائية كبيرة جدا. وهي اعلى حاجة عندنا الفين وتنمية ايه? سعر حراري. لازم ايه? يوصلهم في جسمهم اه حوالي اتنين وتنمية سعر حراري. طيب اهمية كل مجموعة غزائية من النصائح التي يجب اتباعها مع كل مجموعات والمقدار المثالي منها. طيب اولا مجموعة الارز والحبوب والمكارونة. مجموعة الايه? الارز والحبوب والمكارونة. بيقولك بتمد او امتداد الجسم بالطاقة والفيتامين والاملاح المعدنية. يبقى هنا عندنا ايه او الحاجة الرز بيدينا ايه? الفيتامين والاملاح المعدنية. طيب النصائح بقى على الرز ده اللي احنا بنكله او البقول اللي احنا قلناها دي ايه هي? النصائح التي يجب اتباعها عند تناول هذه المجموعة. اللي هي ايه? البقول والرز. واحد تناول خبز القمح بالكامل. الكامل. تناول خبز القمح الكامل. يعني لازم ان نعيش بتاعنا يكون ايه? في الوجبة الرئيسية ويتم ايه? انهاء. اتنين تناول المأكلات المغبوزة. تناول المأكلات المغبوزة. من ايه? من الدقيق ودهون وسكريات قليلة. يعني لازم ايه? البسطة او العجينة اللي احنا عمناها يكون فيها ايه? من دقيق ودهون وسكريات وليلة جدا عشان ما تضرش الجسم. ونفس الوقت ايه? الجسم استمتع بالمادة الغذائية اللي هي فيها. اتنين تخليل تناول البسكوتات والكيكات اللي احتواءها على ايه? الدهون والسكريات بالنسبة عالية. طبعا البسكوتات دي بدينا عمنا من ايه? من الامح. تمام? فلازم ان ناكل منها كمية بسيطة جدا عشان فيها سكريات ودهون ايه? بنسبة عالية جدا ما تضرش الجسم. طيب. تلات اربعة. هذه المجموعة لا تزيد الوزن الا از اضفنا لها نسبة دهون عالية وسكريات. يبقى لا تزيد الوزن ايه? الا از اضفنا ايها السكريات. احنا شغالين بنعجي لعجينا مسلا واحنا مزودين سكر واحنا مزودين ايه? اه زبدة. فكده ايه الكولوسترول بتاعها هيبقى عالي وكده هتبقى مضرة. طيب. ستة المقدار المحدد له. من ستة الى احداشر مقدار يوميا. من ستة الى احداشر ايه? مقدار يوميا. سانيا مجموعة الخضروات. ايه هي مجموعة الخضروات بقى? خضر بتاعنا بصفة عامة. تمد الجسم بفيتامينات مثل فيتامين الف. مثل فيتامين ايه? الف. وفيتامين جيم. وتمد بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم. حيث توجد انواع متعددة من الخضرات مثل خضرات نشوية مثل البطاطس والبسلة. مثل الخضرات البطاطس ايه? والبسلة. يبقى عندنا البطاطس والبسلة. طبعا والخص والجرجير. وكل انواع الخضار بتاعتنا اللي احنا نستخدمها. بتمد الجسم بالايه? بالفيتامينات. فيتامين الف وفيتامين جيم. يبقى انا ما نقول لك ايه? اذكر او تكلم عن مميزات مجموعة الخضروات. هتقول لي ان هي بتمد الجسم بفيتامين الف وفيتامين جيم. وتمد بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم. حيث توجد انواع متعددة من ايه? الخضروات. طيب. خضروات ورقية مثل السبانخ والملخية. ده نوع برضو من انواع الخضروات والبقليات. مثل الفصولية. والخص والطماطم والجزر. يبقى عندنا ايه? الفصولية والخص والطماطم والجزر دي من البقليات وهي مصدر هام لايه? للالياف اللي جسمه اللي احنا جسمنا بيحتاجها. النصائح التي يجب اتباعها عند تناول اطعمة. هزي المجموعة. لما يجي اكل الاطعمة بتاعة الخضروات دي لازم اعمل ايه? اول حاجة الاكثار من تناول الخضروات الورقية. زي الجرجير عندنا والبقدونس والكلام ده كله لازم اكثر من ايه? من الاكل بتاعها عشان بتهديه للمعدة. والبقليات لانها مصدر الفيتامين والمعادن. وزي ما احنا عشايفين في الصورة بتاعتنا كده. دي انواع الخضار الورقية اللي احنا ممكن ايه? نتناولها مع بعض الماكلات واحنا بناكو زي الخيار والبقدونس والجرجير والخص. كل الكلام ده ايه? يستحب انه هو يبقى جنب الوجبات الغذائية بتاعتنا. طيب بعد كده اقول لك الاقلاع من استخدام المواد الدهنية واستخدام توابل قليل. لو نواحز عندنا هنا الوجبة دسمة جدا فيها اه بعض من المشروبات الغذائية. دي تبعهم فيها كوليسترول عالي. وفيها هامبورجر او فيها اه بعض الكريسبي وبطاطس تمام. وحاطة مايونيز وكاتشاب وسويا سوس. طبعا الوجبة بتبقى دسمة جدا. فبالتالي بتبقى مضرة جدا على اللي بيتناولها كل يوم مرة او مرتين او يوميا بتبقى ضرة جدا وبتيعمل كوليسترول على ايه? على القلب. المقدار المحدد منها من تلاتة الى خمسة مقدار يشمل نص كوب خضار. يعني لازم ان يكون في ايه? في المجتمل بتاعنا في الوجبة. في نص كوب ايه? خضار. طازج. ونص كوب خضار مطهي. لازم ان يكون خضار برضو عندي معمول بنسبة سيتيه. عشان اتقدم جنب الطبق اللي انا بطلعه. عشان اه يدي له عنصر غذائي فعال. طيب سالسا مجموعة الفاكهة. ودي من اهم ايه? الحاجات اللي نقدر نتكلم عنها في المواد او الغذاء بتاعنا الصحي. تمد الجسم بكمية كبيرة من الفيتامينات مثل الف. بيتامين الف. وبيتامين ايه? جيم. يعني اجا اقول لك اذكر اهم من اهم اهم مجموعة. من اهم مجموعات الفاكهة ايه? او اهمها للجسم ايه? تقول لي تمد الجسم بكمية كبيرة من فيتامين الف وفيتامين جيم. طيب النصائح التي يجب اتباعها عند تناول اطعمة هذه المجموعة. زي الفاكهة يعني. ممكن نتكلم اول حاجة عن تناول طمرة فاكهة تفيد من العصير. يعني تناول طمرة الفاكهة افيد من العصير لاحتوقها على نسبة الياف كبيرة. يعني طمرة واحدة تكفي ان هي بمقدار شب عصير او كوب عصير. تمام? تديني نفس السعرات ايه? الحرية اللي بيحتاجها جسمي. اتنين يجب ان يكون العصير طبيعي مية في المية. يعني ما يكونش اه مضروب معايا ماء او اه مضاف عليه عليه اي مواد حفظة عشان يبقى مفيد للجسم. زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا كده بعض العصائر وهم جايبين الفواكه نفسها وضربينها في الخلاط او اه اللي عندنا في المبخ وضيفين عليها ايه? حاجة بسيطة من اه الملك او اه بعض الصوات الفاكهة عشان يبقى كوكتيل بتاعنا زي ما انت شايفينه كده. ويفضل تناول الفاكهة الفاكهة المجمدة. يعني ما نفعش تكون الفاكهة ايه? اه طرية او اه فيها جزء من تالف. تالت حاجة اكل الشمام والتوت لانه غني بفيتامين جيم. يبقى عندنا الشمام في فيتامين ايه? جيم. ونفس النظام برضو التوت بتاعنا في فيتامين جيم. ودي معلومة غيبة عن بعض الناس. لازما اكل الشمام عندنا يكون من اه من دواعي الحاجات المهمة جدا. عشان فيتامين جيم ايه? اه موجود جواه. المقدار المحدد لها من اتنين الى اربع مقدار يوميا. تمام? اكده عرفنا المقدار بتاعها ايه? رابعا مجموعة الطيور. مجموعة الطيور واللحوم والاسماك واللحوم والبيض والمكسرات. يبقى عندنا اللحوم والطيور والاسماك والحبوب والبيض والمكسرات. طب هي بتعمل ايه في الجسم? بتمد الجسم بالبروتينيات والفيتامينات والحديد والزنك والبيض والمكسرات. وده مصدر لايه? البروتين الموجود باللحوم. يبقى عندنا كده ايه? البروتينات والفيتامينات والحديد والزنك والبيض والمكسرات. مصدر لايه? البروتين الموجود باللحوم يبقى اللحوم عندنا هي بيدينا ايه؟ البروتين تمام النصائح التي ينبغي اتباعها عند تناول اطعمة هذه المجموعات يبقى كده عندنا احنا بنتكلم اول حاجة عن سواء الفكهة او اللحوم او الدهون او اي مادة وبنتكلم بعد كده عن النصائح اللي احنا نقدر نشتغل عليها مع الجسد بتاعنا او سواء عندنا في البيت في حياتنا العادية اول حاجة عندنا نصوحة التي ينبغي اتباعها عند تناول اطعمة هذه المجموعة اللي هي اللحوم زي ما احنا قلنا تناول اللحم الخالي من الدهون يعني بيتم تشفية اللحوم من خلال الشيف بتاعنا بطريقة خالية الدهون او الجلد اللي على اللحم تمام او تشفية اللحوم اللي موجودة عندنا بازالة الايه الدهون منها طيب اتنين بقولك نزع جلد الطيور زي ما احنا قلنا لازما لما يكون عندي طيور او دواجن او بط او وزة او اي حاجة لازما ننزع منها ايه الجلد بتاعها عشان يبقى خالي من الكوليسترول بعد كده شيء اللحوم وسلقها افضل من ايه من تحمرها يعني لازما اشوي الحاجة بتاعتي او اسلوقها في مياه لكن تحمرها في زيت غسير ده بيزود لي ايه الكوليسترول بتاعها او بيخليها مضرة جدا بالجسم تلاتة الاكثار من تناول الاسماك لانها تحتوي على ايه دهون قليلة ابقى عندي السمك هو افية حاجة بالنسبة او البحريات افية حاجة بالنسبة للمادة الغزائية بتاعتي عن اه التيور وعن اللحوم العامة تمام هو افية بالنسبة عندي للجسم عدم الاكثار من تناول صفار البيض لانه يحتوي على ايه كوليسترول طبعا دي معلومة جديدة لبعض الناس ان صفار البيض بيحتوي على كوليسترول عالي فما ينفعش ان انا اتناول صفار البيض او البيض بصفة عامة في اليوم من نسبة جدا لانه هو يعمل لي ايه هيزود لي كوليسترول في الجسم طيب بعد كده الاعتدال في تناول المكسرات لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون طبعا في بعض الاشخاص في بعض المطاعم او في الحياة العادية بيبقى قاعد عمال بيأكل مكسرات او بعض المكسرات زي البندق او الفزدق او اللوز او الكاجو او السوداني بيتوقع ان الموضوع حاجات خفيفة لا ده هي بتزود الكوليسترول الكوليسترول عندي وبتتعب بعض شرايين الدم اللي هي نتجة من القلب طيب خامسا مجموعة الالبان اللي هي زي ايه زي الزبادي والجبن تعتبر الالبان مصدر الكالسيوم والبروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية يبقى انا عندي الالبان دي مصدر لايه مصدر للكالسيوم والبروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية طبعا دي حاجة مفيدة جدا للجسم الالبان والزبادي والجبن طيب نتكلم عن النصائح بتاعتها النصائح بتاعتها ايه النصائح التي ينبغي اتباعها عند تناول اطعمة هذه المجموعة اللي هي مجموعة ايه الالبان اللي احنا قلنا عليها واحد يفضل الجبن والالبان قليلة الدهون ما يكونش فيها ايه دهون او زبدة كتير لان بعض الشركات او بعض الناس بيعملوها بيحطوا عليها زبدة فدي بتزود الكولوستروب بتاعها لازمان وانا بشريها بشرت على الشخص نفسه او المورد نفسه ان تكون الدهون بتاعتها تكون قليلة جدا اتنين تجنب تناول الجبن عالي الدسم تجنب تناول الجبن عالي الدسم زي ما احنا قولنا ليه وانا بشتري من المورد بتاعي بقوله ما يكونش فيها زبدة كتير او بشتري من المورد بسان سواء سوبر ماركت بشتري الحاجة خالية الدسم والايس كريم لانه ملي بالدهون المشبع برضو ده الايس كريم بيعم مليون ايه بعض ديون الدهون العالية عشان يوصل التستي بتاعه الجميل ان احنا بنكله ده فلازم اقلل من اكل الايس كريم بتاعي. بعد كده الاملاح ودي حاجة خطيرة جدا بعض الناس في الاملاح والسكر بيضيفوا كميات عالية جدا وده خطر على الجسم. طيب هنتكلم اول حاجة يحتاج الجسم الى 2400 نج من الاملاح في اليوم او جن من الاملاح في اليوم وهو يعادل معلقة شاي صغيرة. احنا كل اللي احنا محتاجينه في اليوم من الاملاح معلقة صغيرة جدا من الملح لو تترش على كل الوجبات الغذائية في فطار وغدا وعشاء. لكن مش في وجبة واحدة نرش معلقة الملح بتاعتنا دي. فلازم نقلل من استخدام الاملاح. اتنين يجب عدم الافراط في الاملاح لانها تؤدي لارتفاع ضغط الدم. لازم نقدي ايه? لازم نوفر في استخدام الملح عشان بتؤذي. وبتجيب لنا ارتفاع في ضغط الدم. طيب من الاطعام التي تحتوي على الاملاح كثيرة مثل ايه? زي اللحوم المعالجة. اللحوم ايه? المعالجة. واللنشن. تمام? والكثير من انواع الجبن. يبقى احنا عندنا عشان نعرف الحاجات اللي بتضرنا ايه? نقلل من اللحوم المعالجة. زي ايه? زي اللنشن. والبسترمة. والكثير من انواع الجبن. فعندنا جبنة تبقى حدقة جدا لازم انا اقلل منها. لازم اخد كمية بسطة جدا ما تتعداش التمانين جرام. عشان جسمي ببقاش ايه? يوصل لمرحلة ان انا اقدر اه يكون عندي مشاكل مرضية. طيب السكر ده برضو من حاجات اللي هي لازم نخلي بالنا منها جدا. عشان في بعض الاطفال والمرحلة اللي هي الشباب بيحتاجوا سكر كتير للجسم. بيحطوا بكميات كتيرة جدا في العصير او بيشربوا عصير كتيرة جدا والسكريات كتيرة جدا. فده خطر على ايه? على القلب عندهم وبيعمل تصلف شرايين. ينصح بعدم الاكثار من تناول السكريات. واذا كنت تتناول الف وستمائة سعر حراري يعادل ست ملاعق سكر. احنا عندنا ايه? نحسبها كده? الست ملاعق سكر بيكونولي الف وستمائة سعر حراري. يعني حضرتك لما تيجي تاكل تحط على عصير ست معلق سكر اكنك شربت شربة عتس مسلا بولتين شربة عتس. او واجبة آآ تشيكن فرايد. الف وستمائة ايه? سعر بتدينا الف ستمائة سعر حراري. بشوف مدى الخطورة بتاعتها بتوصلنا لحد كام سعر حراري? الف وستمائة. واذا كنت تتناول الفين ومتين يعادل اتناشر معلقة. يعني الفين ومتين يبقى انت كده بتشرب شربة عتس وبتاخد قطعة ولا حاجة بالفين ومتين سعر حراري. اتناشر معلقة سكر. باتناشر معلقة ايه? سكر. طب اتنين الفين وتمنمية ما يعادل تمنتاشر معلقة سكر. يعني الوجبة الكبيرة جدا نحن ناكلها في اي مطعم دي. تمام? بتدينا الفين وتمنمية للشباب او الناس اللي بتمرس رياضة او بتنزل الشغل. بتبزل مجهود كبير جدا. تمام? لو خدت تمنتاشر معلقة سكر. بمقام الوجبة او ما يعادل الوجبة الكبيرة اللي هو بياخدها في مطعم فاصل فوت او حاجة. طيب عندي انواع السكر بقى. نتكلام انواع السكر بدايتنا. السكر الابيض. اول حاجة السكر نحن بستخدمه في البيت. اللي احنا بشريم السوبر ماركت او من اي هايبر. تمام? اسمه السكر الابيض. او انواع او السكر البني. في عندنا السكر البني بتاعنا. تمام? او الملس او العسل. ايه هو الملس اللي هو خارج من مصاصة الاسب. القصب. طيب والعسل والسكر الخيام. برضو نفس النظام بيتعامل من القصب او من ايه حاجة اسمها البنجر السكري. الخيام. والسكر المضاف اليه مياه غازية زائد مربة. يعني كمان مضيفة اليه ايه? مياه غازية ومربة. فكروسترول بتاعه بيزيد ايه? عندنا كتيرا جدا. تمام? طيب. نتكلم على الكروسترول بقى. ايه هي اضراره? وهي ايه? اه مخلفاته عندنا. طيب الكروسترول والدهون شيئان مختلفان. لازم ان نعرف ان الكروسترول ده كده اه عبارة عن مرض. لكن الدهون دي لسه احنا بنتاولها او بتبقى موجودة في الجسم الحيواني. ولم نتناولها فهي بتسبب لنا ايه? الكروسترول على المدى البعيد من كتر تناول الاشياء دي. طيب نتكلم عنه بقى يقول لك الكروسترول والدهون شيئان مختلفان. الكروسترول مادة تشبه الدهون. يبقى الكروسترول ايه? مادة تشبه الدهون. وهي دهون ضارة توجد في لحوم الحيوان. يبقى احنا عندنا ممكن يكون الحيوان اللي احنا بنتباحه اوه هنجيبه ده. ده زمن نعمل تست عليه الاول عشان ما يكونش اه مصاب بمرض الكروسترول. طبعا ده ما يبقى موجود جوه الكبد بتاعه. فندر نفسنا او نضر الجسد بتاعنا واحنا شغالين عليه. طيب ايه ويقول لك وهي دهون ضارة توجد في لحوم الحيوان والاسماك وصفار البيض. خلي بالك زي ما احنا قلنا صفار البيض بكمية كبيرة بيقدي الى ايه? ارتفاع كروسترول. وارتفاع نسبته في الجسم يؤدي للاصابة بامراض القلب. يبقى هنا عندي ايه? ارتفاع نسبة الكروسترول بتقدي ايه? للاصابة بامراض القلب. ويوجد في كبد الابكار. زي ما احنا قلنا كيبقى موجود فين? في الكبدة اه اللي موجودة في الابكار او الجموس. واللبن كامل الدسم ينصح بعدم تناول كمية كبيرة. يبقى عندنا برضو اللبن كامل الدسم. اه ما ينفعش ان انا شرب منه اه كوبين او تلاتة او اربعة في اليوم. هو كوب واحد صواحن وخلاص. من صفار البيض لانه يزيد من نسبة الكروسترول في الجسم. ينصح بتناول من تلاتة لاربع صفار بيض في الاسبوع. يعني ما ينفعش ان احنا البيض بتاعنا لو احنا بنشرب او بنكله ما حاجة ما ينفعش ان احنا نكتر عن اربع او تلات بيضات في الاسبوع الواحد. وهو مختلف عن الدهون العادية وموجودة في دهون الحيوان. وصفار البيض وزيادته تؤدي الاصابة بامراض القلب وتصلب الايه? الشرايين. يبقى احنا عندنا كده صفار البيض. تمام? الجزء بتاع الكبدة. الدهون اللي موجودة على اه بعض الاسماك او بعض الفراخ او بعض الاشيكين اللي حاب ناكله في المطاعم. لازم ان تكون مخلية. بعض اللحوم تكون خالية من الكروسترول. لازم ان نقل الزبدة بتاعتنا سواء في الجبن اللي حابش اريها او في المواد اللي هي بتنتج عنها الالبان. تمام? لازم ان يكون في عندنا شرط اه صحي. واحنا بنستلم الموردين بتاعتنا. لازم ايه? نتكلم عن موضوع ده معاهم. وننبه عليه. طيب نجي نتكلم بعد كده عن الدهون. احنا تكلمنا على ايه? عن الكروسترول. الدهون توجد الدهون بصورة كبيرة في اللحوم والالبان. يبقى الدهون موجودة فين? صورة كبيرة في اللحوم والالبان. زي ما احنا قلنا لازم نشيف يجبها يخليها الاول او يخلي الجلد بتاعها سواء هي فراخ او لحوم معادية بيشفيها. عشان يطلع منها نسبة الدهون الموجودة. والالبان اما النباتات فقد. فدهونها قليلة. فالاسماك ايه دهونها? قليلة. وايضا الفاكهة والخضروات. قليلة الدهن ويجب الاخلال من تناول الدهون لانها ايه? تؤدي لزيادة الوزن والاصابة بالامراض. يبقى احنا عندنا ايه? منقلل منقلل من اكل الحاجات الدهنية زي اللحوم. بنقلل من اكل الحاجات الدهنية زي اللحوم والفراخ عندنا. والحاجات دي لازم نقلل منها بكمية بيرة جدا وزي ما احنا قلنا. ونستخدم الفاكهة عندنا بصفة عامة. الخضروات بصفة عامة برضو. سلطات زي سلطة الخضرة جنب كل وجبة غزائية لازم ايه? نستمتع بها عشان تمدي جسمنا بالطاقة. وفي نفس الوقت تهدي جدار المعدة عندي وما تعملش اي مشاكل في المعدة. طيب. بعد كده هنتكلم في الحلقة الجاية عن بعض الوجبات الغزائية الصحية كاتباق او مكونات. وهنعرف ايه الاسباب اللي تقدر اه تنفعنا في الخطوة البعادية. اه وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. اه شكرا.